افتتحت شركة سورية مصنعا لإنتاج الكرتون المقوى في مدينة مرسين التركية والذي يعتبر من أكبر وأحدث مصانع إنتاج الكرتون من نوعه في الجنوب التركي ويلبي المصنع احتياجات منطقة مرسين وأضنى ويصدر إنتاجه إلى الشمال السوري المزيد من التفاصيل نشاهد تقرير التالي أنا جهاد إبراهيم بركات من مدينة حلب خريج كلية الإعلام جامعة مرسين المدير الإداري والتنفيذي لشركة تروسلار لصناعة الكرتون والطباعة فكرة إنشاء المعمل هي حاجة السوق التركي والعربي في المنطقة لمنتج الكرتون السوق في مدينة مرسين بحاجة كبيرة وضخمة جدا لمنتج الكرتون كونه بلد زرائي بالمرتبة الأولى وبلد تجارية وصناعية والسبب الأهم من ذلك وجود ميناء مرسين فيها للتصدير إلى كاف الدول العالم هو أكبر وأحدث معمل موجود في الجنوب التركي أنا زياد إبراهيم البركات من مدينة حلب خريج جامعات كهربان مرعش قسم إدارة العمال المدير المالي والشؤون المالية في شركة تروسلار لإنتاج الكرتون معمل تروسلار مساحته 8500 متر طول الخط 150 متر عرض الخط 220 سنتي السرعة بالدقيقة الواحدة 200 متر بالدقيقة الإنتاج اليومي 50 طن بالوردية الواحدة الانتاج السنوي 50 ألف طن أنا اسمي علاء المحمد من مدينة إدلب وعايش بمارسين تركيا بمارسين بضيعة اسمي ينجا معمل تروسلار وفر لنا فرص عمل كثير وفر شيء 150 فرصة عمل ل150 شخص عم نشتغل ثلاث ورديات كل وردية 50 شخص بين سوريين وأتراك وبحب قلكم إنه نحن كسوريين ما إنه بحاجة أي أحد ابنه نحن قادرين إنه نسبة حالنا ونشتغل ونتفوق وننجا طبعا آخر إحصائية لغرفة تجارة مارسين هي وجود 2300 شركة سورية مرخصة منها 2000 شركة بتقوم بدفع الضرائب وبتقوم بالإخراجات والإدخالات من وإلى تركيا نحن ما إنه عالي على أحد والحمد لله عم نثبت للعالم إنه نحن موجودين في جميع المجالات التعليمية والصناعية والتجارية ينضم لنا سيد جهاد بالبركات المدير التنفيذي للشركة تروسلار خمسة من مارسين عبر السكايب أهلا بك سيد جهاد وألف مبارك افتتاح هذا المصنع بداية التسمية هي جاءت تيمناً بالجبال؟ نعم نعم يسيد بساك أستاذ عجيه وتحياتي لكم وأستاذ المشاهدين يا هلا بالنسبة لتسمية تروسلار هي أجد من الأجبال التابعة على مدينة مارسين هي تروسلار ماذا وراء الفكرة؟ يعني مصنع للكرتون المقوى في الجنوب التركي يصدر إنتاجه إلى الشمال السوري أيضاً حدثنا أكثر عن تفاصيل التي أدت بكم إلى افتتاح المصنع نحن بعد زلزال مدينة هاتاي انتقلنا إلى مدينة مارسين وقمنا بالبحث عن مشروع فدركنا السوق العربي والتركي بالمنطقة واكتشفنا أنه لازم يكون هذا المشروع في المنطقة الجنوبية من تركيا قبل ذلك الأجتمال؟ أكثر من ذلك هو حاجة كمان الشمال السوري لهذا الموضوع لهذا المنتج يعني السوق المستدفة هي الشمال السوري بشكل أكبر أم في تركيا بشكل أكبر؟ الجنوب التركي والشمال السوري لأن الجنوب التركي كمان بحاجة ضخمة جداً لمنتج الكرتوني قبل ذلك من أين كان يتم الاعتماد على هذه المادة؟ موجود معامل ضمن الجنوب التركي لكن ما بالحجم الذي نحن مشتغلين عليه ما طبيعة المصنع الذي قمتم بافتتاحه وتشييده؟ هو معامل إنتاج الكرتون المقوى ثلاث طبقات والخمس طبقات وهو عملية الطباعة كمان بالضمن الداخله المسألة كم أخذت من الوقت؟ ما هي تفاصيل أو كواليس إنشاء هذا المعمل؟ بالنسبة للوقت صارت تقريباً بحدود السنة عم نشتغل على هذا الموضوع عخطت كثير وقت، كثير جهد، كثير صعوبات لكن مثل أي مشروع الحمد لله رب العالمين تغلبنا عليها وصارنا جاهزين إلىها قبل ذلك كنتم أنت أشرت إلى أنكم كنتم في هتاي كانت طبيعة عملكم هي ذات؟ طبيعة العمل الذي تقوم به الآن؟ أم كان في مجال مختلف؟ كنا بمجال مختلف وهو التجارة طبعاً أنا خريج جامعة مارسين كلية الإعلام كنت أشتغل بمجال الإعلام والتصوير لكن انتقلنا إلى مارسين بعمل تاني وكان هذا المصنع بالنسبة للعمال أيضاً كانوا موجودين في مارسين العاملين في المصنع؟ حالياً من مدينة مارسين وفيه من هاتاي وفيه من تركيا بشكل عام في خضام هذه الرحلة مسألة حدوث الزلزال مسألة انتقالكم من هاتاي إلى مارسين ما الصعوبات التي واجهتموها؟ طبعاً الصعوبات التي واجهناها عدة صعوبات التي هي أنك تنتقل من بلد إلى بلد بعد ما تكون مؤسس فهذا الأمر جداً صعب لكن الحمد لله بالأمل والتفاؤل والتعب وصلنا لهذه المرحلة مسألة إيجاد رأس مال بعد إذا كانت الأمور كانت في هاتاي مع هذه الإشكالات ومع الزلزال إيجاد رأس مال لعمل معمل فيما يتعلق بالكرتون المقوى هل كان سهلاً حدوث ذلك؟ لا أبداً كان الأمر صعب جداً علينا لكن بفضل الله وبجهود الشركة اشتغلنا وسعينا وصلنا لهدفنا ما شاء الله فيما يتعلق بعملكم الآن سياد جهاد ما نسبة التصدير للداخل السوري من إنتاج المعمل؟ تقريباً بنسبة 35% من إنتاجنا بروح إلى سوريا لأنه حالياً مثل ما ترفوه بالشمال السوري فتحت عدة معامل وعدة مدن صناعية فهل معامل بحاجة جداً وضخمة جداً لمنتج الكرتون؟ هل في سياق الحديث الآن المعمل فقط يخدم على هذه المنتجات؟ هل من خطط تطويرية معينة أو ما شابه؟ طبعاً أكيد في خطط في مجالات أكبر مجال الطباعة ومجال الكرتون لكن الحمد لله نحن بالنسبة لما عملنا حديث جداً قادر أن يلبي احتياجات الشمال السوري والجنوب التركي فيما يتعلق بالعاملين لديكم سياد جهاد هم من السوريين؟ نعم النسبة كبيرة من السوريين بحدود وفرنا 150 كرصة عمل يعني أعتبر 75% منهم سوريين على مستوى المهنة هناك إلى أي مدى وجدتم صعوبات في تأسيس هذا المعمل؟ وإلى أي مدى وجدتم ترحيباً فيما يتعلق بعمليات الإنشاء وخاصة مع ظروف الأخيرة؟ بالنسبة للواقع جداً كان صعب علينا أنه نحن من مجال لمجال أنه نوجد فنيين وخبراء يحسنوا يشتغلوا على مجال تشغيل المعمل لأنه حديث بالدرجة الأولى وجود فرص عمل أو ناس فنية لهذا الموضوع كان أمر جداً صعب لكن الحمد لله خلال ستة شهر تغلبنا على هذا الموضوع شكراً لك سيدي هذه البركات المدير التنفيذي لشركة تروسلار كنت معنا من مرسينا عبس تحياتي تحياتي لكم شكراً شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم